هذه الاتبيوتة HTTP EQUIV اللي كنتم بها نيفو المتا تقدر اولا تكمبينا مع هذا الـ ايه هنا بنسبة المحتوى ديالها ولا بنسبة الـ content للـ HTTP EQUIV عندها بزاف وكل واحد عنده الدار دياله سنرى بعض منهم هنا لان هذا شيء قليلاً أفانس لماذا نقول لكم أفانسي لانكم لا تستطيع في ذكاء دابة حاليا لانك كبير لكي تسميلي HTTP RESPONSE ماذا يعني؟ لان الدعوة لهذا HTTP EQUIV هي تسميلي HTTP RESPONSE HEADER لان في كل بروزر هنا هو الـ HEADER الذي يمكنك منيبوله اوكي لا تريد أنكم لا تتكلمون على هذا الشيء سنرى غير ميتال كيف يمكنه نرفعه ونرى الـ واحد لاباج ونرى واحد الوقت الـ وهذا الشهد التاج سالحه هنا لان نسبة لان الدعوة رقم واحد للهذا HTTP EQUIV وما تكون فيها الـ VALUE REFRESH وما تكون فيها واحد الـ CONTENT ATTRIBUT وفيها 30 هنا كيف يمكنك كيف يمكنك رفعه إلى الاباج مرة 30 ثاني لان هذا META HTTP EQUIV يمكنك رفعه و الـ CONTENT هنا 30 وما تريد أن يمكنك رفعه إلى الاباج مرة 30 ثاني ونرى الـ أولا تستيقظ على الـ نيفو دي الـ NAVIGATOR ديان نوك سأذهب هنا و سأذهب متى بالنسبة لان الـ HTTP EQUIV ونرى الـ REFRESH حد الآن ما تكون مرة نرى الـ CONTENT ونرى الـ 5 نوك مرة 5 ديال تجواني سأسلب باج تعرف أولا نضع الـ CONTENT وسل بادي اسميه Hello نعفرشي الـ Page بدا سنرى هنا بأن الـ Icon سيبدأ بلنك سيبدأ ترمش لأن الـ Page ترمشي مرة 5 ديال لسرق لذا إذا حسبنا الـ 5 سيبدأ ترمشي لذا سيبدأ ترمشي لذا هنا الـ Page ترمشي مرة 5 ديال لسرق لذا لدينا أحد آخر من هذا HTTP EQUIV لا ترمشي سيبدأ ترمشي الـ Page لا تستطيع ترمشي الـ Page لذا نضع هنا Refresh سيبدأ بالنسبة الـ Contour سنضع عدد Chawani هنا و أين نريد نريد ذلك ما ترمشي ما ترمشي ما ترمشي الـ Page ما ترمشي الـ Page سيبدأ ترمشي الـ Page لذا إما ترمشي الـ Site واحد آخر إما ترمشي الـ Page واحد آخر لذا لدينا ضع واحد آخر الذي يخص بأن هذا مثل HTTP EQUIV أعطيناها Refresh و أعطينا العدد هنا و هنا خلينانا نريد تفضل كارة رديةها لGoogle سنستود سنضع موتيفة سنضع و أعطينا ثلاثة و سنضع و أعطينا و هنا سنضع أعطينا لـ Google و سنضع google.com و سنضع سنضح و أعطينا تطور وانا يبشي لجوغل واشنو درس هنا على نيفو دي اللاباج لتليه مرة ثلاثة ديالتواني ودي وجلية لاباج google.com يعني غد يبشي لجوغل.com هنا حالة واحدة اخر إلا ما بريشوش مثلا يبشي لسيت واحد اخر او بريشو يبشي غير الباج نجي هنا ونقري واحد الباج ديه ديه باج ديه مثلا . استعمل دفيه اي كنتوني نجي دفيها واحد لكنتوني 5 وانسميها page 2 page 2 ايه وليو ديال غندير هنا يا google.com غنجي وغندير page 2 دار الشامل دونك مرة غندير خمسة ديالتواني غديرو ديريجيني للاباج page 2 دار الشامل او انا رفريشي للاباج ديالي باش نشوفوا ادشي انا رفريشي مرة خمسة ديالتواني خصو يديني page 2 او داني page 2 او نيفو ديال هال او انا رفريش عنده ثلاثة ديال الحويس دونك اما قدير بعدة ديالتواني هنا ديالك وكيرافريشي للاباج ديالك ديالك ديالي متى للاباج ديالك الوحد السيطة اللي هو اكسترن فهدلك هاي الدارة google.com اما كتديرها كتا رديالك للاباج فهدلك درنا واحد الاباج اللي كان في نفس الدوسي ديالتواني المداري الشامل نحن نقيم احد اخرين اللي نقدر نديرهم وسط هده من غير الفريش ونشوفوا واحدة منهم اللي هي واللي تقدر ديرك اللي بنسوي لها script.crc.self object.crc.none اوكي شوية افانس الوالي الوالي ديال ايش بي اكوفر لك كانت هناك content security policy والcontent الوالي دياله والقيمة دياله هي كيف تدور ديال هذا التاج ما تديره نفو ديالتواني المداري ديالك كان واحد الاتاك اسمه cross-site scripting attack هادي attack ديالتواني دونك تشكل واحدة المشكلة على نفو ديال الموقع ديالك قبل ما ندخلوا للدتاج هذا التاج كيف تديره بعد الخطرات تقدر prevent اسمه preventing تقديره تفيدر الاكزيكيسيو ديال الالاين javascript هذا التاج تقدر تعاونك بأنك تفيدر هذا التاج اللي هي cross-site scripting attacks التي تقولي هنا بأنه لا يكزيكيوت الالاين javascript لا أريدكم تكونسونطر على هذا شيء هنا أعطيتكم غير واحدة المثال لأنه باقي ما وصلنا للنيفو نعرفه بسنا على الأقل نكونه نفهم جavascript وكيف يوجد فونكسيوني هنا أعطينا غير واحدة المثال الحي الوحد HTTP Equip Value واحدة آخرى وهي Content Security Policy كانين واحدة آخرين بالنسبة لل HTTP Equip Value كان content type كان default style وكانها XUI Comparable حاولنا ذكرنا هادو كاملين ما أنا اللي خدمناها هي Refresh وهي اللي نقدره نطيحه في ديكا قليلا بثاف لخدمه بها مع جنرال هنا عرفنا احد HTTP Equip وكيفاش كتفونكسوني وبأن الدار رئيسي ديالها بأنها كتسميلي واحد الهيدر كتشانجي عنه في دياله Browser ترجمة نانسي